اشتركوا في القناة والله ما كنا نقصين يا جماعة ما كنا نقصين مصيبة جديدة ما كنا نقصين ان ينبش لنا بعض الدراويش خرافات اكل عليها الزمان واشرب هذه الخرافة لا اذكر متى بالضبط سمعت بها اول مرة لكن لم اتخيل في حياتي ولا في احلك الكوابيس انها ستخرج من نطاق التهريج الى نطاق النقاش العلمي لكن حسب ما رأيت ما في اي واحد منهم يمكن ان اسميه مثقف فضلا عن ان يكون عانما في اي مجال او حتى متخصصا على الاقل ولما اقول ان كروية الارض ويقول لا تحتكروا الحقيقة بما ان معظم من يجنح باتجاه فكرة الارض المسطحة للأسف من العوام مع احترام لهم ايضا وليس لديهم منهج فهم لا يميزون بين المنهج العلمي التجريبي كمصدر للمعرفة وبين الخلل في التأويلات والتفسيرات لنتائج التجارب لذلك باختصار لما فقد هؤلاء العوام الثقة بالعلم وسمعوا من النت ان كان هناك في تاريخنا الاسلامي بعض العلماء القدماء يقولون ان الارض مسطحة وقرأوا ايضا في القرآن الكريم والى الارض كيف سطحت وربما شاهدوا بعض الفيديوهات الطريفة على الانترنت وكلها خرافات وتأويلات طفولية هنا انتهى الامر الحل الافضل في رأيي هو حل حالة الطائفة والجماعة نفسها تفكيكها تفكيكها اجتماعية وليس فكريا وهذا ما حدث مع كل الطوائف الشادة والمنغلقة والغريبة وعظمهم يكتفي بالاخذ عن المسطحين ايضا من مفسرين القرآن لكن بسلوبهم سطحي وانتقائي وبنفس ملامح التعصب السابقة يعني الانحياز التوكيدي والانكار والكذب والتزوير والتلفيق الى اخره مغالطة شائعة وهي انه يجب منحهم فرصة للنقاش ويجب ان نتعامل مع طرحي مع انه نظرية محترمة بعض التعليقات من الاخب المتابعين طلبت مني اكثر من مرة تخصيص حلقة للرد على مهزلة الارض المسطحة فمن يصل به الامر للقول بان الارض عبارة عن قرص مدور او مستطيل شخص كهذا اسوأ بكثير من شخص امي كان يعيش في القبائل الافريقية قبل قرون ويعتقد ان الارض ليست سوى ظهر سلحفاء ضخمة انه انت ايش اللي اخذك هذا الموضوع وانه انت مختص في قضايا اكثر جدية بكثير يعني ايش اللي خلك تعطي من وقتك لها القضية واللي انا شايفها جدا تافع يعني صحيح انا يعني بالبداية توقعت انه هذا الموضوع تافع لكن اللي صار انه بلت اسمع من بعض الاطفال او صغار العمر يعني هم لم يكتشفوا براهين دامرة لما جزموا ان الارض مسطحة وانكروا العلوم ولم تظهر لهم براهين مضادة ايضا لما تركوا هذه الخرافة الامر يعود فقط في الغالب الى الاستعداد النفسي للتصديق والانفار انا اتحدث فقط للشباب المسلمين للوقاية من الاحاد وليس لدعوة المرحدين للاسلام هذا لا يعني طبعا اننا ضد الحوار مع المرحد او المسطح او غيرهم لكن اقول اني لا اعتقد ان هذه القناة وان خطابي يستهب اي منهم وكما قلت استخرية من جماعة الارض المسطحة قد تضر ولا تنفى اذا كانت غير مبررة لكن اصلا كلامي ليس موجها لهم وهدفي ليس اهانتهم شخصيا وهدفي ليس اهانتهم شخصيا من العوام مع احترامي لهم ايضا شكرا على كل هذا الاحترام واكيد ان الكثير ممن يؤمنون بتسطح الارض كانوا يريدون ان يبادلونك نفس الاحترام ولكن للاسف وجدوك قد منعت التعليقات على الفيديو وبهذا يكون الاحترام حدث من طرف واحد وهذا ليس بعدل لماذا منعت التعليقات طالما انك احترمتنا ولم تقل اي كلمة ايهانة ضدنا المشترك لذا هؤلاء جميعا انهم يربطون فكرتهم بالدين اعتقدون الاخرين على ضرار لتراوح هذا بين الاعلان والتخفي والتبجع والهجوم بحسب الظروف لذا اجد الكثير في خطابي من بداءة لسان وسخرية وقلة ادرى بالنسف بداءة اللسان والسخرية والاخلاق السيئة او الحميدة هي بالنهاية تمثل صاحبها فقط اسلوب التعميم هذا لا يلجأ اليه الا المتعصب الذي يبحث عن زلات الجماعة المخالفة له وذلك بتصليط الضوء على سلوك سيء قد يصدر من بعض افراد تلك الجماعة ثم يقول انظروا كيف هو دين تلك الجماعة اما السلوك السوي الذي يتبعه الباحث المتجرد هو الترفع عن مثل ذلك وعدم التسرع في الحكم قبل التأكد والبحث المنصف وذلك عملا بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون شنآن قوم اي العداوات التي قد تنشأ بين قوم وقوم او شخص وشخص يجب على المسلم ان لا يجعل تلك العداوة تؤثر عليه فلا يعدل في حكمه او تقديره للامور فان كان فرد او افراد ممن يؤمنون بتسطح الارض قد اساءوا لك فلا تجعل عداوتهم وكرههم في قلبك يؤثر عليك في الحكم العادل على القضية باكملها فيوقف كذلك عن الاستمرار في البحث من الواضح في خطابك تأثرك بردود الاخرين فحاولت الرد عليهم في فيديو مستخدما للكثير من المصطلحات المهينة وعممتها على جميع من يؤمن بتسطح الارض عليك ان تسأل نفسك ما الذي جعل البعض يهاجمك الجواب واضح لمن تابع حلقاتك اسلوبك المستفز والانتقاص من الاخرين هو ما جعل الردود قاسية عليك بعض الشيء والبعض قد لا يصبر فيوجه لك الشتائم فلكي تتجنب ذلك عامل الناس بالطريقة التي تريد ان يعاملونك بها ماذا تتوقع من افراد وجهت لهم كل تلك المصطلحات المهينة لن تحصد الا الجمل المهينة ايضا هذا شيء بديهي يعرفه عامة الناس فكيف بمثقف مثلك لا يدرك ذلك هدف الثاني هو المشغبة هنا اقصد جماعات ترولز لها المتصيدين الاشخاص الذين يستهمون بالتعليقات او بكلام مثير الجدل على الانترنت وفقط بهدف الهدم والخروج عن الموضوع وعثارة الجدل والمشاكل بين افراد المجتمع الانترنت وحتى خارج انترنت هؤلاء اجررتهم شخصيا لما قدمت اول فيديو عن الارض المسطحة على هذه القناة فعملوا عني فيديوهات ومنشورات ونشروها في عدة صفحات وكان بعضها مزيف يعني صفحات تحمل اسماء علمية مثل الناس على الفيسبوك تكتشف فيناي انها مجرد دعاية للارض المسطحة هذه اعمال تزوير لا يمكن ان يكون بها شخص مريء لديه هدف نشر العلم والحق وربط الحق بالقرآن على فكرة بعدما عرضت الفيديو الاول عن هذا الموضوع على هذه القناة وسخرت منه وقلت هي خرافة لن اضيع وقتي في الرد عليها واضح التأثر بردود الاخرين وقد تطور الامر الى جدال ثم مكابرة وعناد والسبب كما قلنا هو خطابك المستفز ولو كان خطابك متواضعا فيه نبرة الباحث عن الحق المحترم لعقول الاخرين لما وجدت احدا يتطاول عليك الا ما ندر بل ازعم اننا امام بوادر تشكل جماعة او حتى طائفة ولن ابالغ اقول انها اصبح الطائفة فعلا وما يحدث مع هذه المجموعة يذكرني بنشوء داعش او تنظيم الدولة وتغيانها في مرحلة الصعود قبل سنوات وعليكم الخطوات التي يمارسها قادة هذه الطواف بشكل عام من صحة التسمي على اننا امام طائفة فعلا اولا اخرج ايها الناس كلوية الارض التي تربينا عليها من خانة الحقيقة الى النظرية ثم افتحوا عقولكم للأفكار الجديدة فالعالم كله قائم على مؤامرات اذا ببساطة يمكن ان يكون شكل الارض مؤامرة لان كل ما يصنع هذا الامر هو من ناسا فقط ثم انت لست وحدك افتح النت اكتشف عدد الذين يؤمنون بهذه الفكرة وتدريجيا سيسقط عنك الخجل من ان تعدنك فكرة شادة عندما ترى ان هناك الكثيرين مثلك وكلهم اذكياء ومثقفين مستعدين للتحدي ثم المرحلة الاهم ربط هذا الامر كله بالقرآن فلو انكرت تسطح الارض انت اذا مع الكفار ضد القرآن الكريم وبعد ذلك عندما تترسخ علاقة الخرافة بالقرآن بالعقيدة انتهى الامر هناك ملامح رئيسية تجدها غالبا لدى من يقتنع بهذا الطرح العجيب وهي متفاوتة بين الافراد طبعا سأتحدث اولا عن ملامح عامة لمن يتبع الطوائف والافكار الجديدة والمؤامرات ثم اتحدث عن الملامح الخاصة فقط بهذه الطائفة بين الكوسين في الملامح العامة اولا الشعور بالانتماء فانت لست وحدك نقطة اخرى الشعور بالتميز والغرور يعني انت من الاقلية التي بدأت تكتشف الحقيقة المغيبة ايضا لدينا الشعور بلذة المعرفة اضف الى ذلك الحماس الشديد الذي يرافق ظهور اي طائفة جديدة اقرأ مثلا عن سعودة الباطنية الاسماعيلية على يد جماعة الدعوة ملمح اخر هو التعصر هذا موجود لدى الاديولوجيات والاديان والطوائف كلها تقريبا لكن لما يعتنق انسان قناعة جديدة قد يدفاه الحماس الى التطرف فيكون متعصبا بشدة للعقيدة الجديدة وايضا معاديا بشدة للعقائد الاخرى وخصوصا التي خرج منها اضف الى ذلك الشعور المظلومية وهذا يؤدي لتطرف ربما لعنف حتى لو كان عنف لفظي فقط الان انتقل الى الملامح الخاصة وهذه خاصة فقط بهذه الجماعة اولا عقلية المؤامرة بشكل متطرف وعدم التردد في ربط كل شيء بالتآمر العالمي نقطة ثانية هناك حالة انكار لمنهج العلمي التجريبي بالكامل اكثر فئة تشبه جماعة الارض المسطحة مما رأينا في السنوات الاخيرة هجومهم وللأسف احيانا بدأتهم هم المداخل وداعش المشترك لدى هؤلاء جميعا انهم يربطون فكرتهم بالدين قال من يؤمن بتسطح الارض اصبحوا يشكلنا جماعة او طائفة واخذ يعدد بوادر تشكل الجماعات وكيف يمارس قادة الجماعات خطوات تمكنهم من ضم افراد الى جماعتهم طبعا تكوين جماعة من الناس تؤمن برأي معين او توجه معين يعتبر امر طبيعي يمارسه كل الناس في العالم هذا امر ليس شاذ او خارج عن العادة بل هو امر اساسي في حياة الناس فالانسان قد ينتمي لجماعة قبلية او جماعة جغرافية او جماعة دينية او جماعة مهنية او جماعة طبقية او جماعة سياسية وغيرها والجماعة الناجحة هي من تستطيع تطوير نفسها بزيادة اعضائها وتوعية الناس بمنهجها وغير ذلك نبي محمد صلى الله عليه وسلم بدأ مع جماعة صغيرة سرية ثم كبرت وكان يقول للناس انهم على ضلال وان الله الواحد هو الحق فقضية تكوين جماعة وممارستها لخطوات تعين على تطور وانتشار هذه الجماعة هو ليس امر سلبي كما يفهم من كلام دعدوش فهذا من طبيعة البشر الحكم بالسلبي والاجاب على جماعة ما يكون بعد دراسة توجهها هل توجهها خير ام شر اما ان تحكم على جماعة بالسوء فقط لانها كونت جماعة فذلك سوء فهم لما تجري عليه الامور لذلك عندما قال عنا دعدوش اننا اصبحنا جماعة فذلك امر لا يستحق ان نعطيه اهتمام يمكن ان تسمين جماعة الارض المسطحة لا ضير في ذلك ولكننا جماعة بلا زعيم من الدعاء ومن الباحثين والمجتهدين قد نختلف في بعض التفاصيل ولكننا جميعا متفقون على ما جاء في صريح آيات الله أن الأرض ثابتة حجمها عظيم بحجم السماوات وهي مسطحة مفروشة بساطا مهاد كما بيّنت الآيات فزعيمنا ومرجعنا هو الآيات ثم ما ثبت بالتجربة التي يمكن لأي إنسان التأكد من صحتها الأمر الإيجابي في الأرض المسطحة أنها وحدت المسلمين من جميع طوائفهم وأحزابهم على كلمة واحدة وهي أن الأرض واسعة عظيمة بعظمة السماوات والجنة لقد نسينا خلافاتنا المذهبية والحزبية المتراكمة عبر السنين وعدنا لنتدبر كلام الله وآمنا به وذقنا حلاوته ما قام به دعدوش هو أن ضرب لنا الأمثال وقال أنتم مثل جماعة كذا وجماعة كذا والدليل أنكم تربطون قضيتكم بالدين سبحان الله يعني كل من ربط قضيته بالدين أصبح منهجه خاطئ ما هو مصدر الهداية عندك هل هو الإعلام وما وصل إليه البشر أما أنزل الله قال تعالى ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون كتاب فصله الله لنا على علم فيه هدى ورحمة لمن؟ لقوم يؤمنون للقوم الذين يصدقون ويقنون بآيات الله أي من يؤمن بآيات الله هو من سيهتدي بها أما من أعرض عنها وتجاهلها ونسيها واتبع غير سبيلها فسيفاجأ يوم القيامة كيف أن الحق كان واضحا جليا في الآيات وهو كان غافلا عنها هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسلوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا؟ أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يخشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين لاحظ بعد الآيات التي ذكرت أن كتاب الله هدى للمؤمنين بعدها مباشرة عرج على موضوع السماوات والأرض وما سخره الله للإنسان فيها لاحظ كيف أن السماوات السبع يقرنها الله مع الأرض ويقول أن السماوات السبع والأرض خلقت في ستة أيام وفي آيات أخرى ذكر أنه خلق الأرض والجبال في أربعة أيام والسماوات السبع خلقها في يومين الأرض في أربع أيام ركز على هذه المعلومة التي لم يذكرها الله لنا عبثا فهو يعلم ما ستأول إليه الأمور فالشيطان تعهد بأنه سيغير خلق الله والله لم يتركنا بلا مرجع نعرف الحق منه كي لا يكون للناس على الله حجة يوم القيامة عندما يحاسبهم على الصغيرة والكبيرة لذلك يجب التفكر والتمع بآيات الله التي تتحدث عن السماوات والأرض ولا تنتظر من يؤول لك هذه الآيات بحسب العلم الشيطاني الحالي الذي يقول عن الأرض أنها مثل حبة الرمل في بطن السماء الدنيا ألا زلت مصرا على عدم التأمل بآيات الله الواضحة؟ هل تريد أن تتفاجأ بغفلتك عن هذه الآيات يوم القيامة يوم تكشف الحقائق؟ نعم نحن نفخر بأن إيماننا بالأرض المسطحة العظيمة هو إيمان أساسه ديني وهو اتباع ما أنزل الله ويمكننا أن نناقش ونرد على أي أحد يشكك في فهمنا لصريح الآيات أدلتنا ليست آية أو آيتين فقط بل عشرات الآيات الآيات معنا لأننا تبعناها وصدقناها كما هي ليس مثل البعض الذي يبحث في الآيات ويقوم بلف أعناقها كي تتبعه هو وتتبع توجهه أو معتقده أو حزبه أو يثبت بها صحة علوم الشيطان لقد ضربت لنا الأمثال الغير صحيحة وقلت أننا جمع مثل جماعة كذا وكذا دون أن تتأكد وتبحث جيدا في أدلتنا وأسل الضرب الأمثال الغير دقيق هذا أيضا لجأ له السابقون لتكذيب الدعاء الصالحين قال تعالى وَجَعَلْنَ عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرَى وإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوة إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا ضربوا للنبي الأمثال وقالوا أنه ساحر أو مسحور أو شاعر ودعدش هنا جاء ومثلنا بالجماعات المتطرفة والملحدة وغيرها من التمثيلات بينما عندما تحدث عن نظرية كروية الأرض قال هي حقيقة وضرب لها أمثلة حسنة فقال أن حقيقة كروية الأرض مثل حقيقة وجود الله ومثل حقيقة صحة الإسلام عندما أقول أن كروية الأرض هي حقيقة علمية ويقفز أحدهم لأنه لم يفهم بعد مبادئ العلم والمنطق ويقول لا تحتكروا الحقيقة هنا ندرك حجم المصيبة التي نعيشها ونفهم أيضا لماذا يصبح إن كان حقيقة بدهية مثل ولود خالق لهذا الكون نصبح هذا أيضا ظاهرة عالمية يتبناها كبار العلماء للأسف هناك حقائق علمية لا تقبل النقاش لأنه ثبت بالحواس والرياضيات أنها حق يجب أن تكون لدينا خانة نضع فيها الحقائق المفروغ منها حتى لا أضيع وقتي في مناقشتها كل مرة مثلا صحة الإسلام والوحي ثبتت عندي بالبرهانة من قطعي خلاص أنا صرت الآن مسلم وانتهى الأمر وأكمل حياتي الآن في البحث عن أمور وحقائق أخرى وأتعلم المزيد عن حقيقة هذا الدين من يؤمن بتسطح الأرض قال أنه مثل الجماعات الدينية المتطرفة وذكر داعش والإسماعيليين وغيرهم بينما الأرض الكروية قال أنها حقيقة مثل حقيقة وجود الله وحقيقة الإسلام ويجب علينا أن لا نناقش هذه الحقائق لذلك لا تستغرب أنه لا يريد أن يسمع لأحد وألفاظه يغلب عليها السخرية وانتقاص الآخرين وإن سمع لأحد فما سمعه لا ينفذ إلى قلبه فقد قدم تكذيبه قبل أن يسمعه كل ذلك بسبب اعتقاده أن الأرض الكروية الطائرة في الفضاء هي حقيقة كحقيقة وجود الله حسنا ماذا عن التطور وغيرها من الأمور الإلحادية لماذا تناقشها؟ هل هي مسائل قابلة للنقاش؟ بعض التعليقات من الإخب المتابعين طالبت مني أكثر من مرة تخصيص حلقة للرد على ما هزلت الأرض المسطحة وإنما زلت مصرا على عدم الاتفاة لها مجرد أن تناقشها فأنت تجعل الأمر قابلا للاحتمال والأخذ والرد فاجزم لكم بأني لا أضيع وقتي حتى في قراءة الردود على هؤلاء فضلا عن معرفة ما يسمونه بالأدلة على أن الأرض مسطحة أنا اللي فاجأني كثير في الموضوع لما بدأت الآن أقرأ قليلا لهم ومش حابب أتوسع كثيرا في الدخول للمواقعهم أو حتى الاستماء لهم لكن لمما شفت بعض الفيديوهات وما كملتها واضح أنه رافض يسمع وإن سمع خجل من نفسه وقال لماذا أسمع لمجموعة من العوام والغير مثقفين وغيرها من المصطلحات التي وصفنا بها وما خفي في نفسه كان أعظم لذلك أغلق قلبه عن أي دليل نقوله وأغلق التعليقات فهو ليس بحاجة للسماع لأمثالنا ينظر لنا من فوق الشجرة فهو المثقف الذي لم يجد من هو في نفس مستواه ليحاوره قال لم أجد منهم مثقف حتى لو كان خريج جامعة إذن ما هي الصفة التي تجعل الإنسان مثقف وعندها يكون مؤهلا لحوار دعدوش الملمح الرابع هو أنهم كلهم للعوام هناك معالطة شائعة وهي أن خريج الجامعة يكون مثقف الجامعات يا أخي الكريم تعطيك شهادة بعد اجتياز المرحانات وقراءة 50 أو حتى 100 كتاب في تخصصك الهدف هو تأهيلك لتعمل في مهنة ما لتحصل على وظيفة هذه ليست الضرورة دليل على التمتع بالثقافة ولا حتى الوصول إلى درجة التخصص في نفس المجال والشهادة أيضا ليست شهادة ولا تشهد على أنك مثقف لديك تعليم منهجي وعقلية نقطية الضرورة يعني لم تمر علي حالة واحدة لشخص مؤمن بالأرض المسطحة ويرتقي عن مرتبة العوام حتى لو كان جامعيا هذه الظاهرة تذكرني كثيرا بمبدأ الجام العوام عن علم الكلام الذي قال به علماؤنا القدماء مثل العزال وغيرهم رضي الله عنهم لنقصد ليس إغلاق باب الدين والعقيدة على العوام بل إغلاق باب علم الكلام الذي لا يفهمه الكثير من الناس ولا يمنكون أدواته المنطقية ولا سعة الأفق والفهم فقد يكون فتنة لهم مثلا خذوا هذا المثال أثناء دراستنا في الجامعة لما كنا ندرس علم الكلام والفلسفة كان أحد الزملاء يدرس معنا يعني مفروضا أنه يتخصص في المنطق والفلسفة وأذكر أننا دخلنا في نقاش جماعي مع الزملاء لنشرح له فكرة اللامتناهي المحدود الفكرة تقول أنه يمكنك تقسيم عقليا أن تقسم من حيث المبدأ تقسيم أي شيء نمال نهاية عقل هذا الأخ لم يستوعب هذه الإمكانية بدأ يحاجج ويساجد ونفس الشيء أنطبق على مغلطات زينون ونقاشات أخرى قد تجدونها على الإنترنت حتى تتعجب أن بعض المحسوبين على الفلسفة لم يفهموها لأن عقولهم لم تستوعبها مع أنها قد تبدو لمن وإذكى منهم وعوزة أفق تبدو ماضحة جدا هل عرفتم يا شباب من المثقف؟ استنبطنا معنى المثقف من المثال الفلسفي الذي ذكره دعدوش وهو أن قدرة الاستيعاب تختلف من شخص إلى آخر والمثقف هو من كان لديه قدرة استيعاب عالية وذكاء حاد وأفق واسع حتى تتعجب أن بعض المحسوبين على الفلسفة لم يفهموها لأن عقولهم لم تستوعبها مع أنها قد تبدو لمن وإذكى منهم وعوزة أفق تبدو ماضحة جدا إذن الأمر راثي يعتمد على ذكاء الإنسان وأفقه الواسع واستيعابه العالي وللأسف دعدوش لم يجد من المسطحين من يجاره في ذلك لذلك نحن في نظره مجموعة لا تستحق حتى النقاش معها فالنقاش معنا يعتبره انتقاص في حقه باختصار لا يريد أن ينزل من فوق الشجرة في الحقيقة أن موضوع ذكاء الإنسان ليس هو من يحدد هل هذا الإنسان على حق أم لا أي أنه ليس كل من كان ذكيا مثقفا فهو يعلم الحق أكثر ممن هو أقل علما وثقافة الهداية لا تقاس بهذه الطريقة الهدى هدى الله يهدي من يشاء وكلما كان الإنسان متواضعا منكسرا يعلم قدر نفسه كلما كانت هداية الله له أقرب وكلما كان الإنسان متعاليا متكبرا مغرورا كلما كانت هداية الله له أبعد قال تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وقال تعالى الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار كل قلب فيه كبر فإن الله يصرف آياته عنه ويطبع عليه حتى لو كان أذكى الناس والذكاء سلاح ذو حدين فإن اجتمع الذكاء والتواضع في شخص كان هذا الشخص نافع لنفسه ولمن حوله أما إن اجتمع الذكاء والكبر في شخص كان هذا الشخص أبعد ما يكون عن الهداية لأنه لن يسمع لأحد فهو مغرور بنفسه وذكائه يقول كيف هؤلاء الجهلاء عرفوا الحق قبلي أنا ذكي أنا مثقف لا يمكن أن أكون على خطأ هكذا يكون ذكاؤه وبالا عليه وأوضح مثال على ذلك هو الشيطان عصى الله فطرده من الجنة هل طرد الشيطان من الجنة بسبب غبائه الجواب كلا بل طرد بسبب كبره قال خلقتني من نار وخلقته من طين كيف أسجد لمن خلقت طين أنا خير منه قال تعالى قال ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين فما يكون لك أن تتكبر فيها إذن الكبر والغرور هو سبب رئيسي في الضلال من تكبر جعله الله من الصاغرين لذلك نصيحتنا للأخ دعدوش قبل أن نرد عليك الرد العلمي والديني عليك أولا أن تنزل من فوق الشجرة وإلا فلن ينفع معك دليل تجريبي ولا آية نتلوها الفيديو أصبح طويل ولا زال في الجعبة الكثير لذلك سنكمل في الحلقة القادمة دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله